بسم الله الرحمن الرحيم موضوعنا اليوم هو معيار بون ميسيز للخضوع بعد ما تكلمنا في المحاضرة السابقة عن معيار تريسكا فاليوم ناخذ معيار بون ميسيز نص هذا المعيار أو هذه النظرية على أنه الخضوع يحصل متى ما كانت طاقة الانفعال للتشويه لوحدة الحجم مساوية أو أكبر من طاقة الانفعال للتشويه لوحدة الحجم اللازمة للخضوع في اختبار الشد المقصود بهذا الكلام أنه لو كان عدنا كما في الشكل أمامكم هنا هذا عدنا حالة ثري دامنشنل ستريس سيجما ون سيجما تو و سيجما ثري هذه النظرية تأخذ بنظر الاعتبار الدستورشين انيرجي لذلك تسمى الدستورشين انيرجي ثيوري أي طاقة التشويه حيث يمكن أنه نقسم كل إجهاد من هذه الإجهادات إلى مركبتين يعني سيجما ون و سيجما تو و سيجما ثري كل واحد منهم ممكن أن يتكون من مركبتين مركبت إجهاد هايدروستاتيكي اللي هي السيجما أفريج أو سيجما إيج في المزلها حيث أن سيجما إيج تساوي سيجما ون زايدا سيجما تو زايدا سيجما ثري على ثلاثة هاي الهايدروستاتيك ستريس أو هايدروستاتيك برشا هذه تكون طبعا بالإجهادات الثلاثة تكون متساوية وهذه مسؤولة عن تغيير الحجم فقط لا يحدث تغير بالشكل يعني هذا المكعب لا يحدث فيه تغير بالشكل فقط في الحجم والمركبة الثانية من مركبات الإجهاد هي المركبة الدستورشن أو التشويه وهي راح تكون عبارة عن مثلا سيجما ون هنا بالاتجاه البرنسيبل ستريس الأول سيجما ون راح يكون عبارة عن هذه المركبة سيجما ايش أو سيجما أفريج وهذه المركبة راح تكون سيجما ون ماينس سيجما ايش أو سيجما أفريج هذه راح تكون مسؤولة عن التشويه هذه المركبة وهذه المركبة وهذه المركبة مسؤولة عن التشويه أو الدستورشن بالاتجاهات الثلاثة التي هي التجاه الأول والثاني والثالث أي أن هذه النظرية تأخذ بنظر الاعتبار الدستورشن في الاتجاهات الثلاثة وليس فقط الهايدروستاتيك change أو كومبوننت فإذا اعتبرنا أنه الهايدروستاتيك stress component إحدى مركبات الإجهاد الرئيسي sigma 1 وسigma 2 وسigma 3 طبعا راح نطرحها منعدها لنحصل على المركبة التي المسؤولة عن تغير الحجم اللي هي السيجما average أو سيجما هايدروستاتيك طاقة الانفعال الكلية طاقة الانفعال الكلية لوحدة الحجم في حالة الإجهاد الثلاثي راح تكون هاي طاقة الانفعال الكلية لأنه احنا نعرف طاقة الانفعال ماذا تكون strain energy تكون المساحة تحت المثلث مثلث العلاقة بين الإجهاد والانفعال ضمن elastic limit مساحة المثلث هي نصف القاعدة في الارتفاع فرح تكون نصف السترين في stress يعني 4 unit direction اما 4 three dimension راح تكون هذه مجموعة مجموعة طاقات الانفعال بالاتجاهات الثلاثة اذا ردنا نعبر عن السترين بدلالة الثلاثي وبعدين نعيد صياغة هذه المعادلة راح تكون بهذه الصورة هذه هي معادلة طاقة الانفعال لوحدة الحجم لحالة اجهاد ثلاثي هذه المعادلة اللي حصلنا عليها راح تكون عبارة عن طاقة الانفعال لوحدة الحجم اللازمة لإحداث تغير في الحجم اللي هي ندخل sigma h في المعادلة وطاقة الانفعال اللازمة لإحداث تشويه طاقة الانفعال اللازمة لإحداث تشويه يعني بدل كل هاي المركبات راح ندخل بدل sigma 1 في المعادلة ثلاثة هذه راح ندخل بدل sigma 1 و sigma 2 و sigma 3 راح ندخل sigma h لنحصل على طاقة الانفعال اللازمة لتغيير الحجم إذا طرحنا هذه الطاقة اللي حصلنا عليها من المعادلة الثلاثة إذا طرحناها من الطاقة الكلية راح نحصل على على ماذا راح نحصل على طاقة التشويه اللي هي الديستورشن انيرجي واللي هي راح تكون المعادلة السابقة اللي هي المعادلة الثنين اللي شفناها قبل شوية ماينس هذه المعادلة راح نحصل على معادلة الطاقة التشويه هنا نجي نطبق النظرية نقول هذه طاقة التشويه هذه الديستورشن انيرجي ولهذا هاي النظرية تسمى الديستورشن انيرجي تيوري هذه المعادلة هذه المعادلة متى ما تساوت مع الديستورشن انيرجي لاختبار الشهد فور تينسايل تيست راح يحدث الخضوع هذا هو هذه النظرية إذن عدنا هنا لاختبار الشد البسيط شو راح يكون عدنا عند الخضوع راح يكون عدنا السيجما 1 يساوي y وسيجما 2 وسيجما 3 يساوي الصفر هذا بالنسبة لاختبار الشد لو طبقنا هذا في مدستورشين انيرجي ثيوري راح نحصل على الدستورشين انيرجي أي معادلة الدستورشين انيرجي السابقة لاختبار الشد إذا ساوينا هذه الطاقة مع طاقة التشويه للاجهاد السابقة لحالة الانفعال الثلاثي او الاجهاد الثلاثي هذه إذا ساوينا هاتين المعادلتين راح نحصل على ماذا راح نحصل على العلاقة بين سيجما 1 وسيجما 2 وسيجما 3 عندما يحدث الخضوع لأن احنا قلنا هذه في حالة الخضوع عندما سيجما 1 يساوي y هذا راح تكون عندنا الدستورشين انيرجي في حالة الخضوع لاختبار الشد وقبل شوية حسبنا هاي المعادلة كتبناها اللي يتمثلين الدستورشين انيرجي في حالة عندما يكون عندنا جهات الثلاثي إذا ساوينا هاتين الدستورشين انيرجي الحالة الأولى مع الحالة الثانية راح نحصل على هذه المعادلة طبعا بالاختصار راح نشوف أنه هذا الحد راح يختصر مع هذا لتبقى عندنا المعادلة هاي المعادلة اللي يتمثل لنا نظرية هذه معادلة الصيغة العامة لنظرية فون ميسيز أو الدستورشين انيرجي واللي هي ثاني نظريات الخضوع اللي احنا نأخذها في منهاجنا حيث أن هنا في هذه المعادلة سيغما وون وسيغما تو وسيغما ثري تمثل البرينسيبل ستريسيز بالإجهاد الثلاثي وربما يكون إجهاد ثنائي أيضا ممكن تطبق باعتبار أحد هذه الإجهادات الثلاثة تساوي صفر راح يساوي إثنين واي سيكويرد اللي هنا إجهاد الخضوع لفور نورمال ستريسيز وبنفس الوقت ولو هاي راح نثبتها بعد شوية إن شاء الله تعالى راح يساوي إنا ستة كي تربيع اللي هو هنا يمثلن إجهاد الخضوع للقص هذا يمثلن أو مقاومة الخضوع للقص هذا اللي هو الكي طيب طبعا هذه المعادلة السآلفة الذكر ممكن أن نكتبها بدلالة سيجما إكس وسيجما واي وسيجما ز وتاو إكس واي وتاو واي ز وتاو زت اكس اللي تكون بهذه الصيغة اللي أمانكم طبعا أنت ممكن أن نتعوض عنها في المعادلة السابقة رح تطلع عليك معادلة مطولة بحلها وباختصارات رح تحصل على هذه المعادلة طيب الآن نوجد العلاقة بين مقاومة الخضوع للقص كي ومقاومة الخضوع للإجهاد العمود اللي هي واي اللي احنا حصلنا عليها بنظرية الترسكة طلعت أن كي تساوي واي على اثنين يعني إجهاد الخضوع للقص يساوي نصف إجهاد الخضوع للنورمال ستريس أو إجهاد مقاومة الخضوع لو نجي نستخدم معيارة رسكة حتى نشوف ما هي العلاقة بين كي و واي نطبق هذه النظرية أو معيارة رسكة لمعادلة اللي أمامكم هنا هاي المعادلة نطبقها لاختبار لحالة اختبار الشد حتى نشوف متى يحدث الخضوع عندما يكون عدنا اختبار الشد طبعا باختبار الشد شي يكون عدنا يكون عدنا سيجما 2 يساوي صفر وسيجما 3 يساوي صفر يبقى عدنا فقط سيجما 1 نلاحظ أنه عند الخضوع بتطبيق هذه المعادلة راح نحصل على أنه سيجما 1 يساوي واي يعني في اختبار الشد باستخدام هذه النظرية راح نحصل على أنه سيجما 1 يساوي واي وطبعا هذا مشابه للنظرية السابقة اللي أيضا قلنا الخضوع يحدث في اختبار الشد عندما سيجما 1 تساوي واي الآن لو طبقنا هذه النظرية مرة أخرى هاي النظرية نرجع نطبقها مرة أخرى على اختبار pure shear اللي هو torsion هذا الحالة تحدث في حالة التورشين يكون عندنا pure shear عندما يكون عندنا pure torsion لو رسمنا دائرة more لل pure torsion راح يكون عندنا tau هنا وتاو سالب هنا نرسم دائرة more لنحصل على principal stress اللي هي sigma وان وسيجما ثري وباعتبار انه سيجما تو تساوي صفر سيجما تو عندما يكون عندنا pure torsion سيجما تو راح تساوي صفر وسيجما وان وسيجما تساوي ماينس سيجما ثري مثل ما ظاهر عدكم في دائرة more هنا نجح نطبق هذا الكلام أو هذه القيم في نظرية فون ميزز اش راح نحصل نحصل على الآتي عندنا سيجما تو صفر وسيجما ثري تساوي ماينس سيجما وان سيجما ثري تساوي ماينس سيجما وان فراح يسير عندنا هنا ماينس سيجما وان هنا صفر هنا ايضا ماينس سيجما وان وبالتربيع راح يروح الماينس لنحصل على انه ستة سيجما ون تربية اللي هي هاي سيجما ون تساوي إنا ستة كي تربية تلاحظون هنا من دائرة مور أنه البرينسبول ستر اس يساوي إنا التاو ماكسيموم وعند الخضوع التاو ماكسيموم يساوي إنا الكي اللي هي يتمثل إنا مقاومة الخضوع للقص لحالة القص فإذا سيجما ون يساوي إنا كي الاشي راح نستنتج من معيار بون ميسيز أنه هذه المعادلة اللي هي تساوي ثنين وي تربيع هنا ثنين وي تربيع ايش تساوي إنا تساوي إنا ستة كي تربيع يعني احنا استخدمناه في حالة الخضوع في حالة تنسايل وهنا حالة الخضوع في حالة فهنا حدث الخضوع عندما ثنين وي تربيع وهنا عندما ستة كي تربيع بمساواة هذين الحدين راح نحصل على هذه العلاقة اللي أمامكم ومن هذه العلاقة ممكن تبسيطها اللي نحصل على العلاقة بين كي وواي اللي تكون كي تساوي واي على جذر ثلاثة واي على جذر ثلاثة اللي هو يساوي بوينت فايف سبن سبن واي لو كتبناها بصيغة أخرى هنا مثل هاي المعادلة تساوينا ضربنا فيه اثنين وقسمنا على اثنين فراح نحصل على انه كي تساوي وين بوينت وين فايف فايف واي على اثنين هذا المقدار هذا اللي هو وين بوينت وين فايف فايف في يمثل الفرق بين نظرية ترسكا وفون ميزز اي ان فون ميزز تخمن الخضوع يحدث عندما يكون الكي يساوي وين بوينت وين فايف فايف في واي على اثنين بينما في ترسكا كان عندنا الخضوع يحدث عندما كي يساوي واي على اثنين كأنه هذه النظرية اللي هي نظرية فون ميزز تنطينا معيار خضوع اعلى قليلا من ترسكا هنا هذا هو ترسكا قلنا يساوي او بوينت فايف واي وفون ميزز او بوينت فايف سبن سبن واي لهذا يعبر في بعض الكتب او يستخدمون عبارة يقولون انه الترسكا كرايتيريا مور كونزرفيتف يعني اكثر محافظ من فون ميزز كرايتيريا على اعتبار انه يخمن الخضوع بمقدار اقل من فون ميزز الان نحاول نمثل هاي النظريتين بيانيا نشوف هذا عندنا امامنا تمثيل بياني للنظريتين حيث اذا طبعا لحالة اجهاد مستوي يعني سيغما تو تساوي صفر فاش راحي سير عندنا يبقى عندنا سيغما وان وسيغما اثري اذا المعادلة هاي عوضنا عن سيغما تو يساوي صفر في هذه المعادلة عوضنا عن سيغما تو يساوي صفر فما يبقى عندنا سيغما وان وسيغما ثري بفتح هذه الاقواص نحصل على هذه المعادلة هذه المعادلة اتمثل معادلة فون ميسز فور تو دايمينشن فور تو دايمينشن ستريس ستيت اللي هي هاي المعادلة اللي يفوق عدكم هنا هاي المعادلة اتمثل معادلة إلبس بيضوي مائل بيزاوي خمسة اربعين درجة اللي هي ممثل بهذا الشكل اللي امامكم هذا الشكل اللي امامكم هو يمثل التمثيل البياني لنظرية فون ميسز اذا قسمنا هاي المعادلة على سيغما وان تربيع راح تكون بهذا الشكل واذا فرضنا انه سيغما ثري على سيغما وان تساوي الف فراح تظهر عندنا هذه المعادلة اللي هي تمثل العلاقة بين سيغما وان وسيغما ثري نشوف عندنا يعني نقاط معينة مهمة في هذه النظرية لكن نتكلم عنها بعد ما نتكلم عن نظرية اترسكة او تمثيل نظرية اترسكة لاحظ هذا هاي نظرية اترسكة لها ست حالات لاحظ هنا هاي هي نظرية اترسكة هذا تمثيل الرياضي لنظرية اترسكة هذا التمثيل الرياضي له ست احتمالات الاحتمال الاول عندما نكون في السدوس الاول اللي هو يمثله هذا الخط عندما يكون سيغما وان وسيغما ثري طبعا هنا الرسم بين سيغما وان البرينسيبر سترس والميнимم برينسيبر سترس طبعا هنا شي يكون عدنا يكون عدنا الحالة الاولى عندما يكون سيغما وان وسيغما ثري كلاهما موجب الا ان سيغما وان اكبر من سيغما ثري فرح يكون بهذا السدوس هنا رح يكون معيار الخضوع متى عندما سيغما وان تساوي واي لو طبقنا هنا بهذه المعادلة ش رح يصير عدنا سيغما وان سيغما ثري كلاهما موجب فبراح الحالة سيغما هو اللي يصير المنموم ستريس اللي هو صفر صفر اقل من سيغما ثري فرح صير النظرية سيغما وان وان صفر فيبقى عدنا سيغما وان يساوي واي وهذا هو معيار الخضوع الممثل بهذا الخط لي السدوس الثاني اللي هو هنا اذا صعدنا هنا ش رح يصير عدنا يصير رح يصير سيغما ثري هو الكبير هنا ماينس سيغما تو اللي هو صفر لان سيغما وان رح يصير اكبر من سيغما تو وبالتالي سيغما تو رح يصير هي المنموم ستريس فالصير سيغما ثري ماينس سيغما تو اللي هي صفر يساوي واي فاذن سيغما ثري يساوي واي اذا معيار الخضوع في هذا السدوس سيجما ثري و ساي و و الممثل بهذا الخط لو انتقلنا إلى هذا الجزء الثالث السدوس الثالث اللي هو هذا هناش راح يكون سيجما ثري موجب وسيجما ون سالب سيجما ثري موجب وسيجما ون سالب هناش راح يصير معيار الخضوع سيجما ثري راح يصير هو الأكبر موجب وسيجما تو صفر فراح ما يدخل بالمعادلة وسيجما ون سالب فاش راح يصير معيار الخضوع راح يصير سيجما ثري مينس سيجما ون يساوي ان واي هذا اللي يتمثل معادلة هذا الخط تمثل انه معادلة هذا الخط الحالة الرابعة راح تكون او المربع الرابع اللي هو سيجما ون وسيجما ثري كلاهما هنا هذا راح في هذا الجزء كلاهما سالب الا ان سيجما ون اقل من سيجما ثري وبهاي الحالة راح معيار الخضوع يكون هذا اللي هو عندما سيجما ون تساوي مينس واي وفي المربع او الجزء الخامس هنا راح يكون عندنا راح يكون عندنا سيجما سيجما ون وسيجما ثري كلاهما سالب الا ان سيجما ثري اقل من سيجما ون اقل من سيجما ون فراح يكون معيار الخضوع سيجما ثري يساوي مينس واي أما في هذا الجزء فراح يكون سيجما 1 أكبر من سيجما الثري عفوا سيجما 1 موجب وسيجما 3 سالب سيجما 1 موجب وسيجما 3 سالب فراح يكون معيار الخضوع هنا هاي المعادلة هنا راح تكون الإشارة موجبة هذه تحول إلى موجب هنا راح تكون موجبة انتبهوا إلى هذا فإذا راح يكون عندنا هذا الشكل السداسي هذا الشكل السداسي اللي يمثل لنا نظرية ترسكة في حالة ستريس طبعا نشوف هنا النقاط اللي مكتوب ألفة هنا تساوي 2 ألفة تساوي 1 ألفة تساوي نصف هذا تمثل لنا النسبة بين سيجما 3 وسيجما 1 لو نجي لهذه المعادلة ونشوف أول حالة مثلا سيجما أو ألفة تساوي نصف ألفة تساوي نصف يعني سيجما 3 تساوي نصف سيجما 1 هذي شه راح يطلع لنا معيار الخضوع راح يطلع معيار الخضوع في ترسك في فون ميسز يساوي أنه سيجما 1 يساوي أنه 1.155Y بينما عندما تكلمنا عن ترسكة في هذا المربع كنا يساوي Y لهذا هذا المقدار الفرق بيناتهم يعني هاي النظرية تكون خارج هذه النظرية بالمقدار 1.155 لو أتينا إلى الحالة الثانية عندما ألفة تساوي اثنين اللي هي سيجما 3 تساوي اثنين سيجما 1 هنا في هذه النقطة أيضا راح راح يظهر عندنا يظهر عندنا سيجما 1 بالتعويض هنا في هذه المعادلة راح يطلع عندنا سيجما 1 يساوي 0.5 7.7Y اللي هي هنا سيجما 1 يساوي 0.5 7.7Y أما في هذه النقطة اللي عندما ألفة تساوي واحد فرح يصير معيار الخضوع سيجما 1 يساوي Y طبعا في هذه النقطة تتطابق النظريتان أدنى نقاط تتطابق بيهم النظريتان عندما ألفة تساوي صفر عندما ألفة تساوي انفينيتي وعندما ألفة تساوي واحد في هذه النقاط راح يصير عدنا شنو تطابق بين النظريتين عدنا أمثلة لتطبيق معيار فون ميسز مثل ما أخذنا أمثلة على تطبيق معيار تريسكي نأخذ أمثلة على تطبيق معيار فون ميسز عدنا حالة أول شيء إجهاد ثنائي الاتجاه متساوي أي أن سيجما 1 تساوي سيجما 2 وتساوي سيجما بينما سيجما 3 تساوي صفر في هذه الحالة من نجل نطبق نظرية فون ميسز نحصل على هذه المعادلة وبالتالي الخضوع يحدث عندما سيجما تساوي Y حالة إجهاد ثنائي حالة إجهاد ثنائي في حالة الضغط الهايدروستاتيكي المثال الثاني عندما يكون عندنا ضغط هيدروستاتيكي يعني سيجما 1 وسيجما 2 وسيجما 3 كلها تساوي يعني جهاد سالب ناتج من ضغط هيدروستاتيكي فراح نحصل بتطبيق هذه النظرية على هذه المعادلة اللي أمامكم هاي المعادلة هنا سيجما 1 وسيجما 2 وسيجما 3 كلها تساوي فنعوضها فراح تكون صفر طبعا هناش راح يصير عندنا الصفر ما يساوي 2 وسيكور اللي هو معيار الخضوع فمعناها في هذه الحالة لا يحدث خضوع في هذه الحالة ليس هناك خضوع لا يحدث لحالة الإجهاد الهايدروستاتيكي خضوع وفي هذه الحالة طبعا مشابهة لنظرية المثال الثالث إيجاد الخضوع في حالة إجهاد ثنائي 2 دايمينشن عند اللي أنبوبة ضغط رقيقة مسدودة النهايتين شو راح يكون عندنا راح يكون عندنا سيجما R تساوي صفر اللي هو باتجاه الريديال والسيجما Z باتجاه اللونجتيودا لتساوي PR على 2T حيث أن P تمثل الضغط داخل الأسطوانة والR نصف قطر الأسطوانة والT سمك جدار الأسطوانة فاش راح يصير عندنا هنا الهوب ستريس اللي هو السيجما ثيتا يساوي أن PR على T هذا يساوي طبعا كما تلاحظون يساوي 2 سيجما Z هذا سيجما Z هذا سيجما ثيتا فراح سيجما ثيتا يساوي أن 2 سيجما Z بتطبيق هذه القيم اللي حصلنا عليها دخلها في هذه المعادلة لنحصل على هذه المعادلة بدلالة سيجما Z اللي هو يساوي أن PR على 2T ومن عنده راح نحصل على أنه 6 سيجما Z سكويرد تساوي أن 2Y سكويرد وبالتالي فإنه سيجما Z يساوي Y على جذر 3 فإذا عوضنا عن سيجما Z بهذه القيمة اللي فوق راح نحصل على هذه المعادلة وبالتالي فإن الخضوع يحدث عندما الPR يساوي أنه 2 على جذر 3 T على R مضروبة في الYield سترينث اللي هو Y هذا بالنسبة للمثال الثالث وعندنا أيضاً مثال رابع هنا إيجاد الخضوع لحالة القص الخالص اللي هو الPure Shear وهذه طبعاً الحالة تحدث في حالة الالتواء الخالص اللي هو الPure Tortion في حالة الPure Tortion مثل ما ذكرنا قبل قليل هذه دائرة مور للPure Tortion لدينا سيجما 1 تساوي K أو Tau وسيجما 3 تساوي ماينس Tau بتطبيق معيار ترسك في هذه المعادلة نعوض Tau وماينس Tau بالنسبة لسيجما 3 لنحصل على هذه المعادلة إذن يحدث الخضوع متى عندما K تساوي 0.577Y وهذا اللي تكلمنا عنه قبل قليل هذه لحالة الPure Shear نلاحظ أنه معيار ترسك كان ينطينا الخضوع عندما K تساوي 0.5Y وقلنا هذا هو الفرق بين النظريتين هنا طبعا أحيانا تم استخدام هذا النموذج للمقارنة بين النظريتين وهو النموذج عملي من خلال تسليط قوة شد وعزم التواء على التيوب التيوب رقيق الجدران هذا هو تيوب رقيق الجدران معرض إلى Torque T وإلى Tensile Force P فراح شي يصير عندنا إجهادات على الجدار هنا على الSkin راح يصير إجهادات قص وإجهادات Normal Stress اللي هو Sigma باتجاه P لو أخذنا هاي الألمنت ورسمناها راح تكون بهذا الشكل من هذا الشكل نقدر نحسب الPrincipal Stress بما أنه عندنا هنا استوانة رقيقة الجدران راح يكون عندنا حالة إجهاد مستوي اللي يكون بها Sigma وان هاي قيمته و Sigma 3 هاي قيمته و Sigma 2 راح يكون صفر طبعا اللاحظ أنه هنا Sigma 3 سالبة لا راح تكون راح تكون سالبة راح تكون هي الأقل لأنها سالبة لو اللاحظ لماذا تكون سالبة اللاحظ أنه هذا الحد لو جذرناه راح يساوي أن هذا الحد وبما أنه مجموع ما أعطاه سكوير إذن هذا المقدار الجذر هذا راح يكون أكبر من Sigma على 2 فإذن Sigma 3 يجب أن تكون سالبة إذن ترتيب الإجهادات راح يكون Sigma 1 0 Sigma 3 فبتطبيق معيارة ريسكة لهذه الحالة Sigma 1 minus Sigma 3 Sigma 1 هذا قيمته و Sigma 3 هذه قيمته نعوضها في هذه المعادلة لنحصل على معيار ترسكة وبتبسيط راح يكون بهذا الشكل هذا معيار ترسكة بفتح بفتح هذه الأقواص طبعا راح تكون عندك معادلة طويلة نوعا ما تحصل من خلالها على أنه 2 Sigma سكوير زائد Tau سكوير يساوي 2 Y سكوير هس هاي المعادلة إذا قسمناها على هذا الحد وهاي المعادلة نقسمها على هذا الحد حتى يكون عندنا واحد بهذا الطرف وواحد بهذا الطرف راح نحصل على هاتين المعادلتين هاي المعادلة تمثل معيار ترسكة وهاي المعادلة تمثل معيار Von Mises وكلاهما طبعا هنا معادلة من الدرجة الثانية Parabolic راح تكون ممكن رسمهم على إحداثيات الإحداثيات راح تكون Tau على Sigma على Y بالنسبة لل X X هذا هو Sigma على Y وTau على Y بالنسبة باتجاه Y X راح يكون الرسم بهذا الشكل راح يكون الرسم بهذا الشكل أي أنه عندما Tau تساوي صفر نلاحظ هنا هاي المعادلة عندما Tau على Y تساوي صفر اللي هو على هذا الخط ماذا نلاحظ نلاحظ أن النظريتين تتطابق أن Sigma على Y تربيع يساوي 1 يساوي 1 فنشوف تطابق النظريتين بينما عندما Sigma تساوي صفر اللي هو هذا الحد راح يكون صفر وهذا الحد أيضا صفر فاش راح يبقى عندنا ما نلاحظ عدم تطابق بين النظريتين فراح من نحسب Tau هنا راح يطلع Tau يساوي 0 Y اللي هو هذا نظرية الترسكة بينما هنا من نحسب ها راح يكون هذا الحد راح يختفي لأنه صفر هنا على هذا الخط Sigma صفر فراح تطلع عندنا Tau تساوي Y على جدر 3 اللي هو هاي القيمة هذا هو الفرق بين النظريتين لاحظ هذا هو الفرق بين النظريتين لحالة يعني ماذا نقصد بالفرق حالة تخمين الخضوع في حالة تخمين الخضوع في حالة Pure Torsion هذي Pure Torsion احنا من نقول المركبة Sigma تختفي معناها يبقى Pure Shear Pure Shear شوكت لما يكون عندنا Pure Torsion وشكرا تخمين